هارده بالمناسبة في اجتماع كان خرج دكتور إهاب الكومي عضو مجلس دارة اتحاد الكورة وقال إن في اجتماع في اتحاد الكورة لبحث عدة ملفات أولا تحديد منصب الكابتن محمد يوسف اللي كان معين من حوالي فترة قريبة مدرب عام في منتخب مصر ولكن بعد اختيار الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن تم تشكيل جهاز فن جديد موجود فيه طارق سليمان ومحمد عبد الوح فبالتالي مش عارفين دلوقتي إيه الدور اللي هيقوم بيه الكابتن محمد يوسف النهارده اتحاد الكورة عنده اجتماع عشان يشوف إيه الدور وإيه المهام اللي هيتم تكليف بيها الكابتن محمد يوسف طيب ده جانب الجانب التاني مناقشة طلبات الكابتن حسام والكابتن إبراهيم حسن في الفترة اللي جاية كان حصل اجتماع ما بين الجهاز الفني للمنتخب مع ربطة الأندية وتم الاتفاق على فكرة أن فيه معسكرات هتبدأ بدر شوية عشان ندم ساحة شوية اختيار وتدريبات للكابتن حسن بحسن المعسكرات الأجندة الدولية مدتها ما بتستمرش حوالي أكتر من أسبوع فكانت فرصة اللي احنا نعمل اجتماع معها عشان نقدر نعد جدول الدور لغاية الأسبوع الثلاثين ونحدد بقى كل الملامح في الفترة اللي جاية في جانب فني متعلق به هنلعب مع مين أجندة شهر مارس تسكنت خلاص دورة في الإمارات هنلعب مع كرواتيا نيزولاندا تونس لسه هتتعامل قراء هنه عرف هنلعب مع مين أجندة شهر ستة دي تصفيات كاس عالم هنلعب فيها مع بوركينة فاسوى غينيا بيساو هل ممكن كابتن حسام يفكر في مباراة ودية خارج الأجندة ده هنشوفه فيه الاجتماع اللي هيتم النهاردة ما بين الجهاز الفني مع اتحاد الكورة بمناسبة اتحاد الكورة لو تتذكروا كده الفترة اللي فاتت كنت قلت معلومة مهمة جدا متعلقة بالكابتن علاء نبيل وفي عز ما كان طلعت اخبار ومعلومات قالها احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق وقال فيها ان الكابتن علاء نبيل مش معال رخصة البرو انا على طول وجهت سؤال لمسؤول بارس في الاتحاد الدولي ليه علاقة بالاشراف على اللايسنز والرخص التدريبية مع الاتحادات القرية وكلمت رئيس لجمة الترخيص في الاتحاد الافريقي مباشرة طلو فيه كلام في مصر بتقال واحد اتنين ثلاثة هل تيكنيكال ديريكتور اللي بيمسك المدير الفني للاتحاد القرى اللازم يكون معالبرو قال لي لا قال لي الكلام ده مش حقيقي قال لي الكلام ده مش صحيح خالص قال لي كل اتحاد وطني بيطبق المعايير اللي هو بيحطه احنا كاتحاد افريقي او كاتحاد دولي ماناش علاقة بهذا الشأن وبالتالي اللي انا قلته فعلا انطلع حصل لان جامعتنا مكلمة مع الكابتن علاء نبيل بعد ما رجع من تونس وكان شاف الكلام اللي انا كتبته وقلته فقال لي كلامك صحي بنسبة 100% انا كنت موجود في تونس وسألت على فكرة ناس موجودة من الاتحاد الافريقي في هذا الشأن لعله عسى يمكن اتحاد القرى ارتكب خطأ ولا حاجة فني مثلا ما هو برضو لو كلام احمد حسام ميدو احنا دايما بناخدوش على محمل الجد لازم برضو معلومة نهتم بيها لعله عسى ممكن يكون عنده يعني معلومة صحيحة في هذا الشأن ولكن كانت المفاجأة ان برضو كل كلامه غلط والكابتن على نبيل تعيينه سليم الحاجة التانية برضو الغريبة ان احمد حسام ميدو قال لك رخص المدربين اللي المفروض كانت موجودة الفترة الاخيرة في اجتماعات اتحاد القرى المفروض الكاف رفضها او لم يعتمدها انا سألت في الاتحاد الافريقي قالوا لي بالعكس احنا اعتمدناها وبعتناها للاتحاد المصري كلام ده انا قلته على فكرة الاسبوع اللي فات امبارح كابتن اسلام الشاطر عشان نسبة بس اللي احنا الحمد لله لما بنتكلم في قناة الاهلي بنتكلم بناء على مستندات ومعلومات كابتن اسلام الشاطر امبارح في بنامج البيت الكبير عرض الرخصة التدريبية للكابتن واق الرياض شيتوس نجم النادي الاهلي والمدير الفني لمنتخب الشباب اهي قدامكم على الشاشة بنكمل كلنا شغل بعض وده الديبلوما المتعلقة باللايسنز للمدربين مكتوبه دي اللايسنز ايه كوتشنج ديبلوما الرخصة التدريبية للمدربين الرخصة ايه واسم الكابتن واق الرياض وتاريخ ميلاده وتوقيت اعتماد الرخصة وتوقيت اعتماد الرخصة وممضية وموقعة من السكرتيري العام للاتحاد الافريقي وبالتالي كل كلامنا هنا على موضوع الرخص التدريبية للمدربين اللي اتعملوهم اللايسنز الايه في الاتحاد المصري كانت سليمة المادة العلمية اللي اتقدمت لهم كانت سليمة تعيين الكابتن علاء نبيل كان سليم ليه ليه نختلط ازمات وليه نخلق مشكلة فنية داخل اتحاد الكورة عندك مشكلة الاتحاد فيه مشاكل كتيرة ممكن تتكلم عليها ولكن في معلومات زي دي ليه نخلق بلبلة ونخلي الناس تقرأ معلومات غلط احنا هنا بنصحح ليه احنا ليس مع احمد حسان ميدو ولا مع اتحاد الكورة بل بل عكس احنا هنا اكتر ناس بتهاجم اتحاد الكورة ولكن احنا مع المعلومة السليمة عشان كده كان ضرنا نقدم مادة سليمة ومعلومة سليمة لكل السادة المشاهدين المعلومة السليمة ان الكاف والفيفا مالهمش علقة اطلاقا بتعيين التكنيكال ديريكتور في اي اتحاد وطني بالاضافة لكده مفيش حاجة اسمها شرطة اساس عشان تعيين مدير فن الاتحاد الكورة يكون معاه الرخصة البرو كابتن علاء نبيل مسك قطاعات ناشئين في انداءة عديدة في الفترة اللي فاتت اي خلاف شخصي بقى احنا مشترف فيه فدورنا اللي احنا ندافع عن الحق الحق ان تعيين الكابتن علاء نبيل صح الحق ان الرخص التدريبية اللي اتعاملت للمدربين واللي الكاف اعتمدها وبعاتها للمدربين طلعت سليم انا بها هنا عندي سؤال وعندي سؤال للاتحاد المصري لكرة القدر يا جماعة لو عايزين تعملوا نظام لو عايزين تعملوا نظام اي عنصر من عناصر اللعبة يطلع على شاشة يقول معلومة غلط او يتجاوز يتحول دايريك لجنة انضباط يتحول على طول مباشرة لجنة انضباط الخطأ المهني اللي اتقال ده سواء في البرامج او على تويتر او حتى منصة اكس بالمسمة الجديد يعني ده كلام لازم يحاسب عليه ايا كان مين اللي بيتكلم لو عايزين تعملوا نظام ولو عايزين تعملوا انضباط في المنظومة وعندوكم لويحة الطبق لازم اي شخص يخرج عن الاطار لازم يتحول لجنة انضباط لو الكبير يتعاقب الكل هيتعلم والكل مش هيكتهد ومش هيفتي ومش هيتكلم في اي كلام على الهوى ارجوكم يا جماعة طبقوا النظام لو اي عنصر من عناصر اللعبة لاعب كان او مدرب سابق او حكم او 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 شايفينه قال معلومات غلط وعندوكم ما يثبت ان المعلومات دي غلط حولوا لجنة انضباط عشان يكون فيه قرارات انضباطية وتأديبية لاي حد في المنظومة يخرج عن اطار الروح الرياضية او اطار اللي لوايح حددته في اتحاد الكورة ارجوكم يا جماعة شوية نظام شوية عشان الفترة اللي جاية مش محتاجين بل بلا كتير كل واحد يقوم بدوره لو لاعب سابق اشتغل وامتهن عمل اعلامي يا اما يدرس ويطلع يتكلم صح يا اما انتوا تتخذوا قدامه قرارات عشان الرأي العام ما يتمش تسقيفه بمعلومات غلط احنا هنا مش بنعمل مش بنوجه حد او بنقول لكم تعمله ايه او متعملهش ايه واحنا بنتكلم الصح لان احنا في النهاية بنقدم مادة اعلامية للمشاهد واحنا يهمنا المشاهد المصري يكون مثقف قرويا يكون فاهم اللي وايح بتقول ايه يكون عارف اللعبة بتدوري ازاي دورنا الاعلامي كده احنا مش دورنا الاعلامي نطلع نقول مين كسب مين خلص اتنين اتنين خلص تلاتة تلاتة لازم نقدم مادة اعلامية المشاهد يتفرج عليها ويستفيد منها فارجوكم يا جماعة اي حد يخرج عن النص ويقول معلومات غلط او يتجاوز ضد القائمين على ادارة المنظومة يتحول لجنة انضباط على طول واعتقد يعني الاجابات واضحة الاجابات واضحة وانتو عندكم كل التفاصيل في هذا الشعب كمان اضافة لكده